السلام عليكم قصتنا الليلة من غرائب وعجائب القصص اللي راح تسمعونها والعجيب في القصة انه هالقصة حصلت احداثها في القرن العشرين وقصتنا الليلة من سوريا لذلك لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم وقبل لا ابدأ بسرد احداث هالقصة العجيبة احب انوه انه هالقصة هذه ليست لاصحاب القلوب الضعيفة فيه شاب هذا الشاب اسمه حازم حازم من عائلة بسيطة جدا ومتواضعة في احدى القرى التابعة لاحدى المحافظات في الشمال السوري بدون ما نحدد اسم المحافظة واسم القرية عائلة حازم عبارة عن اربع خمس شباب وحازم احد هالشباب هذول وعندهم بنت او اخت لهالشباب الخمسة هذول وابو حازم رجل معروف فيها المنطقة وفيها القرية معروف بالكرم والشجاعة ورجل له سمعته ومكانته سمعته مثل المسك هو وابنائه وكذلك بنته هذي اللي بنسميها حليمة حليمة هذي في يوم من الايام تعرفت على شاب من ابنائها القرية وحصل ما حصل بيناتهم ووقع الفاس بالرأس واكتشف الاهل انه في علاقة بين البنت هذي حليمة وبينها الشاب وكذلك الفتاة حليمة شعرت انه اهلها عرفوا بعلاقتها مع هذا الشاب وكان واقع المحظور بيناتهم قامت البنت ارسلت خبر للشاب اللي هي على علاقة معاه وقالت له ترى اهلي الظاهر انهم عرفانين بالموضوع وودي تلاقي لي حل يا اما تيجي تخطبني يا اما نهرب انا وياك لازم نلاقي حل والحل لازم يكون على السريع لان ما فيه وقت اهلي يا راح يذبحوني ويذبحونك يا اما ما تدري شنو اللي يصير كان رد الشاب هذا بعد ما ضحك على البنت ولعب عليها قال لها انا ما لي علاقة وروح يشوفي منه اللي يضحك عليك بكل وقاحة البنت انصدمت من هذا الخبر وهالرسالة هذه وهالرد اللي ما كانت متوقعته وهذا الشاب كان يضحك عليها ويوعدها باحلام وردية وانه راح يسوي لها كذا وراح يتزوجون وراح يجيبونها الابناء ويعني يضحك عليها وياكلوا بعقلها حلاوة وسوالها البحر طحينة الفتاة هذه لما شافت انه ما فيه مجال وما فيه مفر وين ما هربت وين ما راحت وين ما جت اهلها راح يصلوا لها وين تتروح فتاة توهب عمر 17-18 سنة دارسة للصف السادس ما لها اصدقاء خارج القرية عايشة طول حياتها في القرية والعائلات فيها القرية هذه جماعة ملتزمين ومحافظين المهم في يوم من الايام تقوم البنت هذه بعد ما شافت انه ما فيه مجال للحياة او انها تعيش هالحياة يا اما اهلها راح يقتلونها وهذا اللي لعب عليها وضحك عليها خانها وما دور عليها وتقوم البنت تجيب حبة غاز وحبة الغاز هذه يستخدمونها يعني كموبيد حشري لقتل بعض القوارض وبعض الحشرات ولكن اذا تعطاها الانسان تقضي عليه خلال وقت قصير جدا وكانوا اهلها المنطقة واهلها القرية يعني موجودة عندهم بكثرة حبة الغاز هذه يستخدمونها كموبيد وتقدر تشتريها من الصيدلية جابت البنت حبة غاز وخذت حبة الغاز تناولتها وكان الوقت تقريبا بعد منتصف الليل وكانوا اخوانها كلهم نايمين اللي نايم على الاسطوح واللي نايم في ارض البيت واللي نايم في غرفته وبما انه هي البنت الوحيدة فكان لها غرفة خاصة فيها بعد ما تناولت الحبة هذه بوقت قصير حوالي عشر دقائق ربع ساعة الى نصف ساعة كانت الفتاة انفارقة الحياة والاخوان والاب كانوا يعني يكيدون المكايد وذهم يعني يلقون القبض عليها وهي بالجرم المشهود هي وهذا الشاب المهم في صباح اليوم الثاني جاءت الام بالعادة البنت هذه تقعد بكير بتحضر الفطور وتشتغل فيها المنزل وتلاقيها تتحرك وتروح وتجي لكن هذاك اليوم قعدت الام من نومها ما لقت لاحس ولا خبر للفتاة حليمة هذه جت على غرفتها يا حليمة يا فلانة يا كذا لا حياته لي من تنادي لما جت على حليمة هو إلا حليمة مثل الخشبة متوفية من منتصف الليل قامت تصيح وصارت تتولول جو إخوان البنت وأبوها خير شنو اللي صاير قالت البنت ميتة إخوان حليمة لما شافوا حليمة ميتة وطالع منها بعض الزبد وفيه رائحة تطلع يعني بعد ما يتناول هذا الشخص حبة الغاز عرفوا أنه البنت متناولة حبة غاز لكن كذلك في نفس الوقت فرحوا في داخلهم وقالوا يعني بلوا وخلصنا منه ما زال هي قضت على حياتها وتخلصت من نفسها راح نعلن أمام سكان هالقرية أنه حليمة توفيت وفاة طبيعية ونغسلها ونخلي أمها تغسلها ونكفنها وندفنها كأنها ميتة يعني وفاة طبيعية وفعلا هذا اللي حصل أعلنوا أمام سكان هالقرية أنه حليمة توفيت يعني نامت وقعدت الصبح لقوها ميتة أو حزن حزن عليها سكانها القرية وأووها ترابها وسولها تعزي ثلاثة أيام كالعادة أو راحة الأمور ولا حدا عرف في هذا الموضوع وكان هذا الكلام في نهاية الثمانينيات ثمانية وثمانين تسعة وثمانين وكان الولد حازم عمره تقريبا فيها ذاك الوقت تسعة إلى عشر سنوات وكان حازم يقعد مع أخوانه اللي أكبر منه وأبوه وهم يداولون في قضية البنت حليمة وشلون ودهم يسوون فيها وشلون ودهم يلقون القبض على الشاب هذا وكذلك كان يسمع أبوه وأخوانه يسولفون أنه شلون حليمة هذه جابت لهم العار أو ودها تجيب لهم العار لكن وفاة حليمة بما أنه هي قضت على نفسها خلصتهم من هالموضوع ومن فضيحة شبيرة في القرية ودج معا لهم مكانتهم والهم سمعتهم لكن حصل ما حصل والولد هذا علق براسه هالكلام أنه البنت ما تجيب الفضايح والمصايب لأهلها راحت الأيام ومرت الأشهر ومرت السنين والولاد هذولا الصغير صار شبير وتشبير تزوج إلى حد ما صار هذا حازم في سن 22-23 سنة بعد ما خلص الخدمة الإلزامية وحازم هذا كان دارس للصف السادس فقط حصل على الشهادة الابتدائية وبعد ما طلع من المدرسة صار يشتغل فيها الزراعة هنا وهناك والقرية هذه غالبية سكانه يعملون في الزراعة لكن لما وصل إلى سن 14-15 سنة في عنده عدد من أقارب وأبناء عمه يشتغلون في مهنة جلي البلاط البلاط الأرضي هذا لما يبلطونه فيه الأرض يجيبوله ماكينة يسمونها جلاية بعض الأشخاص يمكن أنهما يعرفون فيها علشان تلميع البلاط هذا ويصير منظره جميل فهذا حب مهنة جلي البلاط ويشوف أبناء عمه شلون يمشون في الماكينة هذه وحوليها هالمي المهم قرر هذاك اليوم أنه يروح يشتغل معاهم ويتعلم هالمصلحة هذه أحسن ما يظل يتنقل من بستان إلى بستان وما عنده مصلحة صار يشتغل مع ولادة عمه الحد ما راح على الخدمة الإلزامية وطلع من العسكرية ورجع يشتغل في نفس المهنة واشتغل حازم أبو سنتين زمان تقريبا في جلي البلاط وقدر يجمع مبلغ من المال وجاء على أمو أبوها ذاك اليوم قال والله يبا ودي أتزوج قال هو الساعة المباركة يا حازم وحازم كان شاب يعني على قدر من الأخلاق كما يبدو للناس ورجال قايم صايم يصلي مثل ومثل هالناس يعني ما في لا زيادة ولا نقص عن إخوانه قالوا لهم وأبوهم من هي بنت الحلال اللي يودك ياها قال الصراحة ما في حدا أمعين وفعلا حازم ما كان حاطينه على ولا بنت من أقاربه ولا من بناتها القرية وقال يا إما هذه المهمة هي مهمتك أن تلاقي لي بنت ناس وخلوقها ومؤدبة وأنها تناسبني وتناسب عائلتنا قالت الأم على طول وأبشر بعزك يا حازم بعد فترة من الزمن حوالي شهر زمان لقت أم حازم بنت من بناتها القرية من جماعة محترمين وكذلك محافظين وملتزمين والبنت هذه على قدر عالي من الأخلاق وسمعتها فيها القرية مثل المسك والبنت هذه اسمها هند جابت حازم وقالت لقيت لك العروس المناسبة منها العروسة إما قالت والله هند بنت فلان أبو فلان قال الساعة المباركة جماعة معروفين وجماعة طيبين وإنها الشرف أنه نناسب إحنا وياهم المهم تمت عملية الخطبة والزواج على خير وسووا هذاك اليوم المولد الحازم لأنه في هالمنطقة ما يسوون حفلات أعراس ودبكة وكذا كانوا يسوون مولد ذكر وكانوا يجبون مثل فرقة أناشي الدينية ينشدون ويدقون على الدف ويسهرون هذه السهرة الزينة وكل من يروح في حال سبيل وفي صباح اليوم الثاني يسوون غدا ويعزمون أهل هالقرية وفعلا هذا اللي حصل ومر هذاك العرس هذه الليلة على خير والأمور ما في أي مشاكل أبدا تزوج حازم من هند وبعد فترة من الزمن حملة هند من حازم وجابت له ولد حازم لما جه الولد كان طاير من الفرح وكذلك حازم بعد ما تزوج رجع على عمله في جلي البلاط لكن الآن حازم كثرت عليه المسئوليات صار عنده زوجة وصار عنده ولد والآن حازم متزوج ببيت أهله ببيت العيلة وبدأ حازم يفكر بالاستقلالية عن العائلة ولازم أنه يعمر له بيت لأنه أبو حازم كان عنده قطعة أرض بجانب منزل العائلة الأرض متوفرة لكن بحاجة إلى أنه يبني بيت وشغل البلاط يعني يوده يمكن 10-15 سن لحد ما يجمع ثمن منزل أو أنه يقدر يعمر منزل مثل الخلق والعالم صار حازم يفكر وأفكار تأخذه وتجيبه وكان له بعض الأقارب يعملون في المملكة العربية السعودية ويقوم يجري اتصالات وحازم مع أقارب وأبناء عمه وها دبروا لشغل ودي أجل عندكم وكذا بعد عدة اتصالات وروحات وجيات قاموا وضبطوا والولد هذا حازم وقالوا له تروح تشتغل معانا في السعودية هناك الأجور أحسن والأجار أغلى يعني يتأثث نفسك وتضبط أمورك خلال يعني ثلاث أربع سنوات تقدر تعمر بيت وتقدر تشتري لك سيارة وتستريح من شغل الجلاية هذه طول العمر وفعلا هذا اللي صار بعد فترة من الزمن كذلك حازم قدم أوراقه للسفارة السعودية وبعد فترة حصل على فيزا إلى السعودية وسافر مع واحد من قرائب وبدأ العمل في المملكة العربية السعودية وأول ما راح حازم على السعودية وصار يشتغل وحس بفرق العملة والأجور أحسن وأموره صارت عال العال المهم بعد مرور حوالي سنة سنة ونص قدر حازم أنه يجمع مبلغ لا يستهان فيه يقدر يعني أنه يعمر ثلاث ترباع البيت ويظل باقي عليها أشياء بسيطة ويقوم يأخذ إجازة هذاك اليوم وينزل على سوريا على هالقرية وجايب معاها الفلوس ويبدأ يشتري من مواد البناء البلوك والحديد والرمل وكذا وبدأ يبني فيها البيت اللي كان عبارة عن مسطح تقريبا مية إلى مية وعشرين متر وحازم لما سافر على السعودية للمرة الأولى لما راح كانت زوجته حامل لما رجع وجاب معاها الفلوس وبدأ يبني في البيت رجع لقى زوجته جايبت له ولد كذلك أحلى من أخوه الأولي وكذلك كان مبسوط جدا حازم بأنه خلفته كلها أبناء الولد الأول والولد الثاني قعد له فترة من الزمن حازم وبعد ما خلص الأمور وبنى فيها البيت شوي ووكل باقي الأمور لأبوه دير بالك على وضع البيت وشوف العمال الإجازة خلصت ركب وطار حازم من سوريا إلى السعودية ورجع يعمل هناك مع قريب وأبناء عم وتروح الأيام وتجي الأيام وكذلك بعد حوالي سنة سنة ونص كان حازم كل فترة والثانية يتصل على أبوه وعلى أمه وعلى زوجته ويطمن عليهم ويبلغهم أخباره ويشوف أخبارهم شنه ويشوف شنه سووا فيها البيت قال أبوه أمور البيت شبه جاهزة يعني وظل باقي عليك التشطيبات شبابيك وبلاطها البيت وأمور بسيطة بما أنه الجدران انبنت والشمعات ارتفعت والسطح انصب باقي الأمور سهيلة يولدي وفعلا بعد مرور هالسنة ونص تقريبا يقوم كذلك يركب حازم ويرجع على سوريا وجايب معاه مبلغ من المال قام الرجال جاب العمال اللي يبلط واللي يدهن واللي يركب الشبابيك وجهز بيته على الأربعة وعشرين خلال فترة شهرين ثلاثة شهر زمان وقام نقل زوجته هند على بيتها وكذلك لما رجع كانت هند جايبت له الولد الثالث وكان حازم كذلك لما شاف ولده الثالث يحمد الله سبحانه وتعالى على الخلقة التامة ويحمد الله أنه هالأبناء هذولا كلهم ذكور وصاروا الآن عنده ثلاث المهم بعد ما قعد له فترة من الزمن هو وزوجته في بيته المستقل الآن هند صار عندها بيت مستقل هي وأبنائها بجانب بيت عمها أو بيت إحماها ويقوم يسافر هذاك اليوم حازم كذلك للمرة الثالثة أو الثانية على المملكة العربية السعودية لأجل يعني كذلك يشتغلوا سنة ولا سنتين زمان يعني يجمع له راس مال يشتري فيه سيارة ولا يفتح فيه مصلحة تغنيه عن العمل طول النهار ورد جلاية الأبلاط هذه لأنها تكسر الظهر سافر على السعودية وبدأ العمل وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر ويقوم يتصل هذاك اليوم على زوجته هند سلام عليكم وعليكم السلام هايا هند الأخبار والعلوم بشري شلون العيال شلون الأهل قالت أبشرك الجميع بخير ولما سافر هذا كذلك كانت زوجته حامل ها بشري أخبار الحمل قالت له أبشرك جبت بنوته مثل القمر هذا حازم لما سمع بنوته مثل كأنك ضربته تشف بقفة الإيد وكأنك سبيت حازم حازم ما عجبه هذا الأمر وصار يقول الهند يا بنت الناس شلون بنت وأنا عندي ثلاث أبناء قالت له يشو أنا جايبته من بيت أبوي هذه بنتك وهذا اللي مقدر وهذا المكتوب وبعدين شمنوا البنت على ثلاث أخوان ما شاء الله عليه وبس لو عينك تشوف هالبنت قديش هي حلوة وهالبنت هذه فعلا سموها منال منال كان شعرها أشقر كأنه خيوط الشمس وعيونها خضر ما شاء الله تبارك الله بنت الطير العقل وكانت أمها هند مبسوطة جدا أنه الله سبحانه وتعالى أرزقها بنوته على ثلث ولاد والمسكينة هند لما سمعت بكلام حازم عنها البنت ويعني ليش يعني شنو إذا جبت بنتي يعني أنا ما ارتكبت جريمة ولا سويت شي خطأ ولا عشرت حدا غير حازم وتفاجأت برد حازم للصراحة يعني شلون يعني المهم راحت الأيام وجدت الأيام بعد حوالي تقريبا سنة وأربع خمسة شهر ويركب حازم ويطير من السعودية إلى سوريا وجهها ذاك اليوم على البيت سلام عليكم وعليكم السلام جابت هند البنوتة صغيرة هذه منال لعند أبوها وكان عمرها تقريبا عشرة داخلة بالهدع الشهر حازم ما تقبل البنت وحاول يعني علشان مجاملة الهند وعلشان ما تحس فيه قام يعني حطها بحضنه شوي وصارت البنت تبكي لأنها أول مرة تشوف أبوها مهمة عودة عليه وما تعرفوا قالها خلاص خذيها ويعني خلاص خذيها نوميها وأنا جاي تعبان وكذا المهم اختصر الأمر وحاول يسوي نفسه أنه يعني تعبان من السفار وجهد وطيارة ومدري إيش لكن اللي حصل شيء عجيب وغريب كان الوقت أيامها أيام قدوم حازم على سوريا كان تقريبا منتصف الربيع في شهر نيسان وأبو حازم عنده قطعة أرض يعني مثل بستان مزروع فيه زيتون وكافة الأشجار المثمرة ومن الطبيعي أنه يطلعون أهالي هالقرية مثلا الصبح ولا تالي النهار ولا الظهر في هالأجواء الربيعية يستظلون في ظل أشجار الزيتون ولا أشجار هالفواكه يمدونهم هالبسط ويسوون هالأكل ويشربون هالقهوة ويشربون الشاي وكذلك يتداولون بعض أطراف الأحاديث وهالعائلات تطلع من البيوت على الأراضي وهالمناظر الجميلة المهمة ذاك اليوم فيه شجرة زيتون تبعد عن بيت الرجال هذا حازم تبعد لها حوالي 150 متر وشجرة كبيرة جدا قال الزوجة هند قالها خلينا نروح اليوم نغدى تحت الجرت الزيتون شوفي هالجو الجميل وهالأزهار وراحت هالزهور فخلينا نطلع من جو هالبيت وروح نقعد تحت هالشجرة هذي قالها تبشرب عزكي حازم وتقوم البنت هذي هند تسوي هذاك الغد الزين وتسوي الصلطات وتسوي القهوة وتسوي الشاي وراحت مدى تحت هالشجرة هذي هي وحازم وهالولاد يلعبون حواليهم والبنت هذي شايلتها بإيدها اليمين على جنب وتشين من هالأغراض وتروح وتجي وحازم يساعدها لحد ما افردوا هالسفرة وقعدوا يتغدون تحت الشجرة قامت هذي ناسي انها تجيب مي قالها روح يجيبينها كاسة مي ولا قنينة مي من البيت ما تشذبت خبر هند راح تجيب قنينة مي غابت لها أبو عشر دقائق لما جت على المكان اللي قاعدين فيه وإلا البنت تركتها يعني بجانب أبوها وعلى هالحصير اللي مادينها على الأرض والبنت كانت يعني تزحف وتوها يعني ودها تمشي تعرفون على الهداعة الشهر تقريبا في جزء كبير من أطفال يبدأون يمشون لكن لما جت هند ما لقيت منال يحازم وين منال ما حازم سوى حاله ما معا خبرها مدري إيش ويقوم واحد من الأبناء الصغر قالها يا ماما بابا طمرها هناك يعني طمرها دفنها وإلا البنت هذه إيديها شبه إنها انطالعات وقاعدة تفرفر بإيديها والظاهر دافنها هذا في حفرة وتجي اطالع البنت من الحفرة فمها مليانة راب عيونها أذانها البنت دافنها وهي حية هذا حازم والظاهر إنه مخطط لهذا الأمر المهم هند هذه طار عقلها إلى على البنت الصغيرة الجميلة هذه ويا حازم وليش سويت كذا وليش المهم طارت بالبنت على البيت لأجل تغسلها تراب عن جسدها هذا الناعم وطالع تراب من عيونها ومنخشمها ومنأنفها البنت كانت في أنفاسها الأخيرة لو إنها متأخر خمس دقائق هند كان ما لحقت البنت المهم خذتها على البيت وغسلتها ونظفتها وحاولت تطلع الأتربة من فمها وأنفها والبنت تقح وتسعل وخلينا نأخذها على الدكتور خلنا نسعفها قال لها ما تأخذينها لا على دكتور ولا من يحزنون ترى إذا جيبت في سيرة لأي مخلوق ويسمع فيها السالفة ترى اعتبري نفسك ميتة راح أقضي عليك أنت وياها يا ابن الناس يطولك يقصرك هذي بنتك هذي كذا ليش قاعد سويت قال لها ما لتشغل هذه البنت ما لازم تعيش ليش يا حازم قال لها أصلا البنات ما من وراهن إلا وجع الراس والبلاوي والبنت هذه لازم إنها ما تعيش وهذي هند ما هم صدقة الكلام اللي قاعدة تسمعه من حازم اللي ما شافت منه إلا يعني الشاب المكافح الشاب عادي خلوق يعني شوهم قاعد تسولوا في السوال وفي حازم وتقوم توئد البنت هذه وتدفنها وهي حية قال هذا اللي جاتش وأصحك خبرك إنش توصلين خبر لحد لا الأبوي ولا الأهلك والطرى أذبحك وراها قالت خلاص ما أجيب سير الحدة بس وعدني إنك ما تقرب عليها مرة ثانية قالها خلاص ما راح أقرب عليها وهين البنت أو الهند ارتكبت أكبر خطأ هند كانت خايفة على بنتها منال من أنه يقتلها أبوها ويوئدها وهي حية وكذلك كانت خايفة على نفسها وتقول لك لعله وعسى الله سبحانه وتعالى يهداه وما خبرت أهلها ولا خبرت حدا وفي الأصل حازم ما خلاها تروح زيارة لا على أهله ولا على أهلها وأي حدا يحاول يتصل عليهم أنه والله يعني ودنا نيجي زيارة ودنا كذا يعذرون بمرض ولا مشغولين ولا كذا والكلام هذا في عام 2010 وهذا حازم على الطالعة وعلى الفايتة يهدد هند ديري بالتش تجيبين سيره وكان عندها هاتف خلوي قام خلصها الهاتف وقالها الهاتف عندي وما تسول فين على الهاتف إلا بحضوري وأشوف شنو تسول فين فأحيانا تتصل عليها أمها تتصل عليها أختها يتصلون عليها أخوانها صديقاتها يخليها تختصر المكالم وأنه أنا والله شوية مشغولة وعندي شغل وعندي الولد الفلاني مريض وعندي البنت مريضة وكذا المهم يعني تسول في حجج علشان الجماعة لا يجون عليها ولا تروع عليهم يا بنتي يعني أمها تتصل عليها تقول يا بنتي بحاجة لمساعدة نجي ساعدك أرسل لك وحدة من الخواتج قالت لا لا الأمور تمام إن شاء الله وخلاص ما في داعي ترسلي لي حدا بعد أربع خمسة أيام قام هذا حازم صار يفك البنت من أمها ويطلعها بره البيت وكان بيته وبيت حازم مقفي عن بيت والده يعني صار وره بيت والده يعني الرايح والجاي وكذا ما يشوفون شنو قاعد يصير بيت حازم أو خلف بيت حازم المهم قام حازم ياخذ البنت من أمها ويحطها تحت أشعة الشمس وتعرفون أشعة الشمس في الربيع تكون حامية وما تنطاق يعني وأنت كشخص كبير ما تقدر تقعد تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أكثر من خمس دقائق ولا عشر دقائق وخصوصا وقت الظهيرة ووقت الظهر تكون الشمس حامية جدا والبنت هذه هند تحاول مع حازم يا حازم حرام عليك الطفلة صغيرة بنوتة يعني حرام عليك ليش تسوي فيها هيت حازم ما هو راد على هالسؤال في كلياتها وكذلك صار يضرب زوجته هند ويعنفها ويعتدي عليها بالكلام وباليد ويأخذ هالبنت ويحطها تحت الشمس يخليها ساعة ساعتين لحد ما تصير تبكي هند يعني يبدأ صوتها يرتفع ويخاف هذا حازم أنه أهله يجون على صوت زوجته وكذلك إخوان هند اللي أكبر منها لما يشوفون أختهم مربوطة تحت أشعة هالشمس ومجردة من ثيابها كذلك يصرون يبكون هم وغمهم لكن ما هم قدرانين يسوون شي لهذا حازم لما يخاف أنه الأهل يسمعون أصوات البكاء هذه يقوم يخليها تروح تجيب البنت وتجيب البنت والبنت يا حرام تكون فارطة وفي النفس الأخير من حرارة الشمس وبنت مربطها من إيديها ورجليها تقوم تغسلها وتنظفها وتلبسها ثيابها وتضمها عليها وخايفة عليها أكثر ما هي خايفة على نفسها أو على هالحال أربع خمسة أيام كل يوم يسوي هيتش لكن في اليوم الأخير حازم قام مسك البنت وضربها عدة ضربات وجاب ملعقة حماها على الغاز وكوى البنت على رقبتها وعلى يعني أنحاء كافة أنحاء الجسد يكويها تكوي والبنت هذه بس تصرخ وتصيح وتحاول هند أنها تفكها منه لكن كانت بنته الجسدية قوية بدفشة إيد يرمي هند مثل هناك أربع خمسة متار ويقوم يأخذها هذاك اليوم يربطها تحت أشعة الشمس والبنت كانت فيه النفس الأخير ويقوم يجي يجي اتصال على حازم لازم يطلع من البيت ضروري قال لها أنا رايح عشر دقائق وجاية وأصحج تطلعين بره البيت أو أنك يجيبين هذه البنت ودخلينها داخل البيت ويقوم هذا عنده دراجة نارية ركب دراجته النارية وغادر البيت هند بمجرد ما غادر البيت ومعاد تسمع صوت الدراجة وتقوم تروح على البنت تفكها وتلفها بمنشفة أو حرام صغير وتقوم تطير فيها على الشارع العام وتطير فيها على المستشفى إسعاف لما وصلت المستشفى وإلا البنت يعني يا دوب لحقوها قالت لهم هذا أبوها قاعد يعتدي عليها بالضرب وقاعد يحطها تحت أشعة الشمس وحاول يقتلها أكثر من مرة مباشرة تم إبلاغ رجال الأمن في هالقضية وحضر الطب الشرعي وحضر مدير المستشفى على هالقضية اللي أول مرة يسمعون فيها وصراحة هالقضية هذه يعني من نوادر القضايا اللي حصلت في سوريا وأنا لأول مرة أسمع في مثل هالقضية هذه المهم هند لما وصلت المستشفى كانت في حالة سيئة جدا وأبنائها خلتهم عن بيت جدها رجال الأمن مباشرة شكلوا دورية وراحوا على القرية اللي فيها هند فيها هذا حازم ألقوا القبض على حازم وجابه حازم لما جاء على البيت ما لقى لا هند ولا لقى أبنائه وجاء على بيت أهله وشاف أبنائه يبكون ويصرخون وأبوه يقول له خير يا حازم شنو اللي صاير وين زوجتك هند قال له لا ما في شيء يمكن زعلت وراحت على أهلها لكن لما جاءت دورية الشرطة وألقت القبض على حازم وأبو حازم انصدم أنه خير حازم شنو مسوي يا جماعة قالوا إذا حابت عرف ابنك شنو مسوي تعال شرف معنا على مركز الشرطة وعلى المستشفى وهذه شا الساعة تعرف وفعلا يقوم يركب معاهم أبو حازم مع الرجال لأمن ويجي معاهم على المستشفى ويشوف البنت البنت هذه منال في حالة يرثلها البنت حاطينها تحت الأجهزة وحاطينها ضمادات وقاعدين إذا بطولها أمورها والبنت يعني الله سبحانه وتعالى أنقذها في اللحظة الأخيرة وأبو حازم لما شاف هالمنظر وشاف زوجته هند كذلك منهاره خير يا بنتي شنو اللي صاير منهم سوي هذا الشيء بالبنت هذه منال وكان أبو حازم يحب البنت هذه إلى درجة ما ممكن تتوقعونها متعلق فيها البنت صغيرة هذه منال طهر عقله لما شافه قالت هذا هند تقول أبو حازم قالت له هذا ابنك حازم هو اللي قاعد يسوي ببنتك كذا وكذا وقامت تسولف الأبو حازم على الأشياء اللي كان يسويها حازم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو حازم قال علوان أم حازم مخلفة تشلب الله يعزكم أو جرو أولاهم خلفة هذا حازم يخرب بيته على هالعمل ما يخاف الله ما عنده ضمير ما عنده أخلاق واحد يتبع بنته ما هي مسوي شي طفل صغيري يعني توهم يعني يا دوابها بدأت في المشي المهم ما لكم بالطويل إجابة وحازم هاي حازم حازم اعترف بكل ما نسب إليه من أعمال وقال صراحة البنت هذه بس كبرت وصارت يعني 14-15 أو يعني صارت في سن مراهقة ولا في سن زواج راح تجيب لي العار لي والأهلي وكذلك لإخوانها الأكبر منها لذلك أنا قررت أني أختصر الطريق وأريح إخوانها من هالموضوع هذا والرجال الأمن مصدومين من اعترافات هذا حازم أنه شلون يعني أنت الآن في 2010 يعني ما أنت في جاهلية ما أنت في زمن وقت للبنات الجماعة متعجبين ومصدومين من اعترافات الولد حازم هذا وحازم كان فيها ذاك الوقت عمره 30 سنة تم تقديم حازم للمحاكمة والهند رفعت عليه قضية وكذلك أبوه رفع عليه قضية وأخوانه تبروا منه وكذلك أم حازم لما سمعت في هالسالفة أغمي عليها وتم إسعافها إلى المستشفى ولما جت شافت البنت بعد ما فاقت من الإغماء يعني ما صدقت السوالف هذه معقولة حازم يساوي هالسوالف يا هند خاف حدثين قالت والله بعدين يعني ابنه اعترف اعترف بكل شيء المهم هند اطلبت الطلاق من حازم وخلوه يطلقها في مركز الشرطة في مركز الأمن رمى عليها يمين الطلاق وتم تقديم حازم للمحاكمة بناء على الدعوة اللي رفعتها عليه زوجته هند وكذلك أبوه رفع عليه قضية تم تقديمه للمحاكمة وبعد أدت جلسات تم الحكم على حازم بسجن لمدة 15 سنة مع الأعمال الشاقة والبنت مناء الله سبحانه وتعالى نجاها من الموت في اللحظات الأخيرة ولوما أمها قوت قلبها وأسعفتها على المستشفى كانت خسرتها وكذلك ما تعرف شنو كان اللي راح يصير كانت هذه نهاية القصة لا تنسونا من لايك والاشتراك بارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وحفظه